أجمع أجمع بديل لكنتاكي من المطاعم المصرية في مصر أو بًا أجمع بديل لكنتاكي من المطاعم المصرية في مصر عملنا مقارنة ببديل لكنتاكي قبلته ولكن لم نكن قمنا بمقاطعة ساعتها لكلها مطاعم مصرية 가운데 ، أجمع مقارنة فريد شخص من المطاعم المصرية ل鬼 نرى ممن ع eelمv وال؛ الاثرى مزيد المهربة شملت ضريبة اقضل عنها جب murders أ şimdi ích تليم فمن غرغ الكثير هيا بنها يلا بينا نبدأ بأول واحد معنا كابوتشا وكابوتشا ده مطعم فرايد شيكن في الهرم فتخيل بقى هو جايلي من الهرم وأنا طلبت منهم كلهم واجب أربع قطع سبيسي الواجب دي عنده كابوتشا عملة 150 جنيه نفتح ونشوف نين كايزر كولا مصري لمون اسمه ماكسي رز والأربع قطع سبيسي مناديل وكاتشوب طبعا ده جاي من الهرم وفيه حاجات كتير جاي من حيثة بعيدة فطبيعي كله هيتسخن وهاخد بالي في التسخين ان كلهم يتسخنوا نفس الدقايق عشان مايبقاش حد أحسن من حد يعني لو هسخنوا حد خمس دقايق يبقى كله هيتسخن خمس دقايق فنسخن ونبدأ على طول ده شكل الأربع قطع كده صدر فغد فغد تاني وده ببوص صغير وده العاشة اللي جاي مع الأوردر وده طبق الروز وده براند الكولا المصري اللي جاي معاه نبدأ بكابوتشا نبدأ بحطة صدر وبالمناسبة انا طلبت كل القطعة سبايسي يعني كل الأوردرات اللي جايهة النهاردة سبايسي لأن الفراد شاكين بالنسبالي هو سبايسي هو اللي لو اتضبط بتبقى الفراد شاكين معلمة الفراغ بضع جدا الفراد شاكين اللي فيها وضح جدا والتدبلة وصل حد اخر حتة فيها من جوه فهي شيء محترم جدا القرمشة اللي برس مش كتير قوي وعتقد ده عشان برد وتسخن فهوارد جدا كل هذا السبب يعني لو في المطعم العطول يبقى موضوع مختلف ومع انه صدر المفروض بيبقى ناشف انا مش مدقيني خالص تدبلت الاسبايسي كمان جميلة قوي يعني معمولة بمعلامة الصراحة فيه تعليق صغير بس انما ما جايبوش معلقة مع الرز يعني جايب لي رز مفروض بيكون معا معلقة ان شاء الله معلقة صغيرة بس انا جبت من عندي تصرفت انا في البيت كده كده طيب بالصدر عدى بنجاح نخش في الورك بقى والانبساط لان الورك بقى بحاجة تانية خالص نفس الكلام فرقة طرية جدا اسطوية حلوة قوي درجة السوء بتاعتها مظبوطة بمعلامة معمولة بمعلامة يعني بمعلامة القرمشة اللي بره مقبولة تعم الاسبايسي هو اللي واضح مش تعم المالح لان فيما تعم بتمزج الاثنين ببعض يعني الاسبايسي عندهم يجب ان يبقى مالح قوي لان هنا مظبوطة الاسبايسي هو اللي عالي والمالح مظبوط فعجباني قوي الصراحة بس هو حجم الفرخة صغيرة قوي وخصوصا الدبوس بصوا الدبوس قد ايه يعني بصوا اسباع ايدي والدبوس ايه صغير قوي بصوا كده الله العيش طاري وده بالنسبة لي اعجاز علمي حلوة قوي كده العيش مهم قوي مع الفرائد شيكن ومعظم المطاعم الكبيرة الكبيرة اللي واخد غصية عالمي بتجيب لك عيش خشب اخد بقى ايه اطمى كده حلوة قوي حلوة قوي العيش وطاري جدا 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 نجرب اخر حاجة الرز ريحت وتحفة تبقى تصدقوني والله العظيم ولا يفرق اي حاجة عن كنتاكي تقريبا نفس الطعمة بالزبط الله حلوة قوي يعني الوردر كله في كوم والرز ده في كومتاني خالص حلوة قوي رز بالخلطة والبصل الرفيعة دي تحفة تحفة الوجبة دي وبمية وخمسين جنيه يا بلاشي الصراحة انا اشتريت نخش على بعده نخش على بعده دوتز فريد شيكن ودوتز عنده الوجبة الاربع قطع سبيسي بمية وستين جنيه نفتح ونشوف الوجبة الاربع قطع كولسلو يعني يا ربي المفروض يعني عيش كايزر بس يعني بصوا لا لا الا الله ماشي اعتبرك ايش لا مش اعتبرك مش اعرف كفر نسخن ونيجي ده شكل الوردر كده جابين مع فرايز مرمية جوا العلبة قطعة فخت سدر بقية السدر بقية السدر برضه وبطاطس وده الكورسلو اللي جاء مع الوردر وده لم اعرفش ايه الصراحة يعني ده بالنسبة لي يومهل ولا يومهل نخش على دوتز فريد شيكن نبدأ بحتة سدر حتة سدر ايه فراغ بيضاء ترية ونعمة التدبلة فيها وصلة للاخر خالص متغلغلة جوا الفراغ يعني بس على عكس الكابوتشا التدبلة هنا ملحة سنة مش سبيسي قوي فمن بقى قصد اللي كنت بقوله في كابوتشا معمول عكسه هنا يعني كابوتشا كان سبيسي والملح قليل او مضبوط هنا الملح زايت سنة والسبيس ليس واضح قوي ده الفرق نعم الفرق جميلة طبعا ما فيش علاها كلام تسويتي حلوة جدا القرمشة اللي من بره برضه مش بطالة هي طبعا طريت شوية وده خلاص بقى يعني هبقى في الحلقة كلها مكان ما برد وتسخن ده طبيع عشان من نظلمهمش بس نجرب بقى حتة فاخدة تتبلف الفاخدة احسن كتير من السدر كتير يعني والسبيسي فيها واضح تتبلف الفاخدة حلوة جدا سبيسي فيها واضح بس استيل ملح سنة يعني ما زالت ملح سنة نجرب المرحومة لا والله بتقول لاننا سخنتهم كلهم في الفرن ليس في الماكروايف نجرب الميت اللي جاء مع الأوردر ده كلام يا جدعان العشطوري مش وحش بس في كابوتشا كانتازه اكتر ده طبعا لو غدلنا الطرف عن حجمه إلا ما ينفعش نعمل كده خالصا جابنا المعلقة شوكا ده زي كنتاكي اللي جرب كده كله سلو كرومبا مشهور كتير قوي جزر قليل ومسكرة سنة زيادة حلوة تعدي بس مش واوة بس تعدي مع الأوردر تتبستوا بيها ليس تقفوا عندها يعني فراتشكين حلوة جدا ملح سنة صغيرة بس لو ياخد بالهم من الملح الموضوعي يختلف خالص إنما قول نقول جميلة واتعدي جدا نخش على بعده مطعم كريسبي ومطعم كريسبي ده فيه اتنين بنفس الاسم والاتنين في مديرية ناصر واحد في شارع البتراوي اللي هو ده الشارع بتاع جنين المول وواحد تاني في مصطفى النحاس جاية كمان شوية لسه مجاية بتاع البتراوي ده عنده الوجب الاربع قطع سبايسي بمية وستين جنيه نفتح ونشوف وقال لي حاجة قال ان السبايسي بتاعهم بيبقى سوس خارجي مش في الفراخ نفسيها سوس سبايسي وعيش ملفوف عيش سوري كول سلو اضع فيها دورة حلوة اول ما ارشفها في حياتي ده والواجب الاربع قطع كريسبي هنا بقى شكل الأوردر غريب فيه شوية هو مش جايب قطع فريد شيكن هو جايب قطع ستريبس وجايبها على رز بسمتي ده شكل القطع اللي جايبها كده ده الرز بسمتي اللي مفروش عليها كول سلو فيها دورة حلوة تمية وصوص سبايسي وده العيش الرول اللي جايب مع الأوردر نخش على كريسبي شرع البتراوي والجدير بالذكر ان كريسبي ليس لديه واجب اربع قطع هو عنده واجب ثلاث قطع ويعمل لك ادافة قطعة انه ليس لديه واجب على طول اربع قطع وهو عنده ثلاثة خمسة فانا قلت له خلاص اعمل لي واحدة ثلاثة وضيف لي قطع لكي نبقى زي وزي كل اللي في الحلقة الاربع دول بمية وستين جنيه بس طبعا هو ده غير كل اللي جايب في الحلقة لان هو جايب لي ستريبس بس انا طالب قطع فريد شيكن لم تطلب لي ستريبس فتقريبا كده هو ده اللي عنده بس يعني تقريبا هو بيبيع ستريبس بس نخش ونشوف تتبلغ اريجنال لان هم زي ما قلت لكم عندهم مش سبيسي ويتش زويرد يعني دي حاجة غريبة اول صراحة تتبلغ كويسة الستريبس طرية ونعمة لونها ابيض تتبلغ اوصلة فيها كلها بس هي مش مقرمشة خالص مش زي البقيين بالزبط ده سويت شيلي سوس اللي هو بيبقى سوس مسكر وحامي سويت شيلي طعمه حلوة مش وحش بس اللي سبونه لان الاكل السويت ونساور اللي هو حلوة وحادئ ليس لكل الناس في ناس معاين اللي بتحب نوع الاكل ده وفي ناس كتير جدا اللي بتحبش سكر وعالحادئ الميكس ده بيقلبطناها اساسا مالهمش فيه فعل حسب انت فين بقى حسب انت واقف فين ولو عايز ستريبس لان هو ستريبس بس مش فرياد شيكن نجرب في التومية هو عمل فرياد شيكن سوري كده شوية الجو ده جو سوري رز بسمتي تمية فاهمين قصدي؟ سوري شويتين تمية حدق أو حلوة حتى العيش سوري برضه ازا اقول له كده هو جو سوري في الفرياد شيكن او في الستريبس ناخد حتة كده نحطها في العيش ونضب في سويت شلي من طرف وفي التومية من الطرف التاني عشان نعمل البرفكت كومبو اديني نخش على الكولسلو قبل دورة حلوة نشوف بيقول ايه طعمها غريب قوي نعمل ازا ما يكون سوس جبنة مايونيس ده اه ده مايونيس كتير قوي متوقعين من دي سلطة كولسلو فلا هي بره الكولسلو خالص هي سلطة خاصة بهم كده وطعمها مختلف تماما عن كل سرنات الكولسلو اللي اعرفينها حاجة مختلفة خالص حاجة طعمها مايونيس كريمي يقلب على طعم جبنة كده سبايسي لازم هيخروج لان ده بره الليل اللي احنا جايبنها خش على بعضه اللي فات كان اسمه مطعم كريسبي كريسبي بس في البطراوي ده اسمه كريسبي فرايت شيكن فمصطفى النحاس وكريسبي فرايت شيكن عنده الوجب الاربع قطع بمية خمسة وتسعين جنيه نفتح ونشوف بس الغريب بقى ان هم عاملين نفس الحاجة زي كريسبي بيبيعوا برضه ثلاث قطع وخمس قطع فانه تلب ثلاث قطع وقطع زيادة عشان يبقى اربع قطع ده القطع الزيادة وده الوجبة الثلاث قطع يعني هما لو قصدين الاغباطه الناس احنا مين فين مش يعملوا كتر من كده بصوا ان اعتقد بنسبة كبيرة قوي ان الانر بتاع المطعمين ده الواحد لان شكل الاردر نفسه ومكونات الاردر نفسها تقريبا واحد برضه ثومية سوس حامي خارجي عاش سوري ثلاث قطع وقطع زيادة كل سلو جوا دور حلوة فالموضوع غريب شوية ده شكل الوجبة الثلاث قطع كده وده القطع الزيادة اللي عاش السوري اللي جاي مع الاردر سوس طمية سوس اللي سبايسي صرت تكل سلو وفيها دورة حلوة وقبل ما يبدأ كده ده اكبر حجم فراخ جاي في الحلقة كلها لحد دلوقتي فراخ عملاقة يعني بصوا الدبوس قد ايه؟ دبوس دبوس يعني نبدأ بالسدر فراخ طرية طعم اللي سبايسي موجود في الكراستر الخارجية وليس لجوه ولكن ده ليس جيدا لانا التدبيلة برا بس مش وصلة جوه لو وصلت جوه تبقى أحلى كثيرا انما فراخ بيضة نعمة تسويه حلوة جدا التدبيلة مقرمشة برضو يعني لسه محافظة على قرمشتها والتدبيلة نفسها حلوة كمان معمولة حلوة يعني نخش على الفخد كلا نشفي الكلام على ايه؟ نفس الكلام فراخ طريق نعمة بيضة تسويه حلوة جدا التدبيلة بس سماية سبيسي يعني سبيسي متوسط واضح فيها تعم الملح أكثر من السبيسي بس تعمها مضبوط ليس ملحة يعني مش بيضة منهم وفرق حجمها عملاق في تجربة فرايا تشكن حلوة جدا ممتعة يعني ندق المرحومة مفيش فرايا ستقيم في البيت ندق بقى اللي مستفزيني قوي هذا الدبوس العملاق والله حلوة قوي برضه نجرب سوس السبيسي كده نشوف فيه فرق بينه وبين كريسبي او لا والله العزم هو نفس السوس نجد عام المطعم ده واحد ولا بيشتغلونا تمية طيب اوكي كل سلو هذا الفايصل بقى لو نفس الطعم يبقى خلاص كده خلصت المطعم ده واحد على فكرة ده نفس الطريقة التطبخة بتاعت كل حاجة هناك سوري شوية هناك سوري برضه الطابع شوية بس عملاقة عجمها حلو متبلة حلو مش سبيسي قوي سبيسي متوسط كتجربة اوفرول تعدي وحلوة جدا نخش على اللي بعده بقى مطعم هارلد وهارلد عنده الاربع قطعة سبيسي بمية تمانية وستين جنيه نفتح ونشوف كفر تاني كل سلو اثنين كاتشب والاربع قطعة سبيسي وفي واحدة كاتشب تاني ايه ده شكل الوجب اللي اربع قطعة كده عيش صغير سدر قطعة فاخدة قطعة فاخدة تاني قطعة فاخدة تالت وبدأتصم حمارة وده الكولسلو اللي جاي مع الأوردر نخش على هارلد بقى والجديد بالذكر ان الحجم عند هارلد عاملوغ برضه قطعة كبيرة قوي نبدأ بالصدر الفرق حلوة ونعمة وبيضة ومستوية جدا طريقة برضه التدبلة يصل لأخر حتة فيها من جوه ليس في الكراست بس تدبلة حلوة ملحة مضبوط لكن انا كراست جيت لغاية كراست نعمة خالص نخش على حتة فاخدة تدبلة حلوة ليس وحشة لا أستطيع أن أقول وحشة لو سأكونها في المطعم تبسط بها جدا لكن في المقارن الموضوع مختلف نضغ المرحومة حتى الفرايز توابلة هادي خالص جايبين أيضا المعلاقة الشوكة نجرب الكورسلو الكرام جدا وفيه صوص برضه لكن لا يحتاج السكر يزيد سنة لأنه قوي ففرايز شكين حلوة ليس وحشة حجمها محترم جدا نخش على بعده وده من المطعم اللي عامل دجة جامد جدا مؤخرا مطعم هيروز ومطعم هيروز عنده الاربع قطعة سبيسي نفتح ونشوف كورسلو عيش وبطاطس والواجب الاربع قطعة سبيسي هذا هو شكل الواجب الاربع قطعة فاغد سدر اثنين دبوس السوادة نام زيتة قوي لماذا السوادة عملت كيف؟ وهذا الفرايز والعيش اللي جاء مع الوردر وصرت كورسلو العلبة متهربدة لم أفتحها حتى عمية زيت تعاليه مبدئة قبل ما أبدأ خالص الفراخ أكتر فراجت فيهم كلهم مزيتة مزيتة تزيتة فضيعة مليانة زيت الزيت من بره يعني رهيب نبدأ بالصدر الفراخ نعمة جدا بيضة جدا السواء حلوة قوي عبها الوحيد كما أخبرتكم أنها مزيتة جدا من بره التلبيل الاربع واضحة جدا ولكن عبها أنها ملحة يعني سبيسي عالي مع ملح عالي الاثنين مع بعض فكرتني البازوكا والنوع الاربع قوي من فيجيتور يعني ملمس في فيجيتور تعرفين هذا الطعم؟ اللي يصبح سبيسي مالح أنا أحاول أقربها لا أستطيع لأن الفراخ نعمة جدا تتبع لأسفل حتى أخر حتى من جوه وتشزعزمة وفعلا الفراخ تراوعة فظيعة يعني تراوعة 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 حسنا نخش على الفراخ ده قبل أن يكون لديكم كرير النهائي هي روز من أحسن الناس الذين عملوا تسوية الفراخ لأنها فعلا جدا يعني أطر الفراخ فيهم كلهم يثبتوا بس حاجتين التازية اللي بره أور دي والمالح الأور في الاسبايسي وهو يبقى ملحه عالي والسبايسي بتاعه عالي لا يجعله السبايسي بس هو اللي طاغي والمالح يبقى مزبوط لو تضبطوا الحتتين دول سيبقوا في حت تانية خالص لأنها فعلا فرائد شوكين حلوة جدا جدا يعني البطاطس التخينة سنة دي المشارشرة وضعها التواب المنبره وضعها التواب المنبره وضعها التواب المنبره العش كمان طري جدا فدي يعني اللفتة حلوة زي ما قلت لكم وهو التازيتا اللي منبره والمالح الطاغي مع السبايسي لو تضبطت التدبيلة بس مع زبطة التسوية بتاع التازيتا دي بوم لأن الفراختر هي قوي طيب رأيي النهائي حلوة جدا لو ما بتتضيقوش من الأكل المالح لأنها ملحة سكتين ثلاثة لو ده عادي هتحبوه جدا 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 وبرضه مش جابلي معلقة مع الكولوسلو فاني جيبت واحدة من بيتنا نجربوا كده بالمرة بحضورة في كذر كتير سكتين وزيت صغيرة بس هي بحلوة قوي تجربة فريد شيكن حلوة جدا من زيادة سنة ملحة سنة دول عبها الوحيد نخش على بعضه نخش على بعضه بقى تيكوس فريد شيكن وتيكوس فريد شيكن عنده الأربعة قطعة سبايسي بمئة تسعة وستين جنيه نفتح ونشوف آه يا تيكوس آه ليه كده ها ليه السلامة فاكرك فاكرك روز كولسلو اثنين كاتشب كافر والأربعة قطعة فريد شيكن ده شكل الأربعة قطعة كده دبوس قطعة فاغد فاغدة ثاني قطعة صدر دبوس وده الرز اللي جاي مع الأوردر وده سبا تكون سلو نخش على تيكوس نبدأ بالصدر وهو ده فاغدة مش صدر هما جابيه الأربعة قطعة فاغدتين ودبوستين وراج كلها يعني أحسن وأحسن فريق طرية جدا استوية حلو جدا بيضة ونعمة مستدبلة هذي خالص طبعا الكراسة الخارجية ده تريت شوية برضه كي هم كلهم لم تكن بردت وتسخنت طبيعي يعني كي كل اللي جاي مستدبلة بتاعتيها ضعيفة قوي يمكن قادة تدبلة جيدة في حلقة كلها لغاية دلوقتي ضعيفة ضعيفة يعني نجرب دبوس عارفين اللي هو ايه اللي هو بتاخد قطة متان تلاتة اربعة ونتقعدوا الدورة على التدبلة كده للدرجة ضعيفة نجرب الرز رز بالخلطة مع بصرة صغيرة حلوة قوي برضه كولسلو جميلة الكولسلو جميلة حلوة قوي الكولسلو طرية جدا سكرها مظبوط جميلة من اجمد الكولسلو اللي جات في الحلقة كلها لغاية دلوقتي حلوة قوي فاتيكوس مستوية حلوة نعمة وطرية وكلها حنية تدبلة بس محتاجين نزبطوها عن كده لانها هادية قوي نخش على بعده بندق فريد شاكين اذا كانتوا عندك كنتاكي فريد شاكين فحنا عندنا بندق فريد شاكين وبندق عنده الواجب الاربع قطعة سبايسي بمية وتمانين جنيه نفتح ونشوف اربعة كايز الريتش بيك كولسلو ثلاثة كاتشب فريز والاربع قطعة سبايسي مبدئياً كالباكيجنج من احسن الناس اللي جاءت لغاية دلوقتي او تقريباً واحسن واحد فيهم كلهم فريز من الغلفة لوحدها مش مرميه في العلبة بتاعت الفراخ اكتر واحد جاءة بعيش اكبر حاجة من كولسلو جاءة في الحلقة فباكيج محترم الصراحة ده شكل الاربع قطعة كده فاغد صدر صدري ثاني عملاق ودبوس اربعة عيش ريتش بيك وصورة كولسلو وده باك الفريز اللي جاءة مع الأوردر الأحجام ما شاء الله برضو عن تابلي يعني بص قطعة صدر حاجة يعني عظمة عظمة لكن احسس كده والله واعلم انها ستبقى جافة سنة ويا رب يا كد بزاني قطلع غلط نخش على بندق يا بني مش كوافر حريمي والله انا اعلم فانا بيقول لكم ايه جافة سنة فعلا سنتين يعني انظروا طب بلاش مالصدر ناخد حتى لفها الجناح دي متبقى طريقة شوية بلاش الصدر سرف يعني تدبيلة هادية قوي قوي برضو يعني هي متبعدش بعيدة عن تيكوس هادية جدا جدا برضو مثل ديكوس حسنا نخش على الفاغدة فراخ ملعيفة شوية كما يكون فراخ عجوزة اعرفين الاحساس ده اللحم حتى تبصوا الورك يعني ده كده وارك ليس نعمة وطرية كده مسكة نفسها سنتين ثلاثة واقل تدبيلة في الحلقة كلها لحد اللحظة تدبيلة تتعمى ليس عجبيني قوي الصراحة حسنا نخش على الكولسلو كولسلو مائي شوية مجروش زيادة يعني لكن حلوة قوي مش وحش خالص عيش طريق مش ناشف حلوة يعني اه مش طازة قوي بس يقضي الغرض يعني مش يقول لا نقضمها حتة واركة كده نضبها في الكولسلو ما توتس ما توتس ايدي مجمدة لما بش داعي تجربة ما ما عجبتنيش قوي الصراحة لعشان يعني يكون صريح معاكم نخش على بعده نخش على بعده بقى ويزو ويزو عنده واجبة الاربع قطع بمية وتسعين جنيه نفتح ونشوف عيش مجبس صارتة كولسلو مشروب ماكسي كولا اللي جابته كابوتشا واجبة الاربع قطع وبالمناسبة اللي مهم بتاع ماكسي اللي كان جاي مع كابوتشا كان طعم وطحفة عشان انا مجربتش قدام الكاميرا كان طعم حلوة جدا فهنشوف الكولا بقى مردي بيقول ايه ده شكل الأوردر كده الفرايز مرمية جوه العلبة كده فاغد صدر فاغد تاني ودبوس صارتة كولسلو وعيش بس يعني اعيان شوية وماكسي كولا نخش على ويزو ويزو يعتبر تاني قبل الاخير في الغلوة يعني تاني واحد قبل اغلى واحد تاني اغلى واحد يعني مش عارف اجابها ازاي تاني اغلى واحد في الحلقة نبدأ بالصدر فراخ جفة قوي جفة جفة ما فيهاش جوز بجنيه نظروا قطع قطع كده مش قلو عرق سوس الا انه باللمون احلب كتير فراخ من التبالة حلوة جدا تتبالة وسط الغياد جوه فيها بس جفة سكتين يعني ناش فاسيكة كده والتتبالة الصراحة مش احسن حاجة يعني جيه في الحلقة اجمد من كده وابقى سعار اقل فانت تاني اغلى واحد انا كنت متوقع كتير من كتير الصراحة يعني كان عندي هاي اكسبكتشنز عن كتير نخش على الفخدة ده صدرة برضه بقيت الصدرة ده ده فخدة بس الفراشكي ما بتبينش اغلى من بره لما بتتقلي والكراسكي يغطيها ما بتبينش اغلى قطعة فخدة ايه ما زالت جفة سنة برضه مع انها ورك والتتبالة عادية وهدية خالص وفيها سنة تزيتها من بره طبعا نقل من هيروس بس هو تاني واحد بعد هيروس كتزيت مش واو الصراحة نجرب لكورسلون حلو مش وحش جميلة كورسلون العيش مش طازة قوي مفروة يعني تمسه الشد بتاعت الجلد حتى الجلد نفسه بيشد تشعرون ايه فراغ متسخنة كذا مرة مثلا مش لسه معمولة تجربة فراتشي كان على سعرها يعني مرش حش اوي الصراحة نخش على بعضه نخش على الاغلى واحد في حلقة النهاردة اباتشي واباتشي عامل حركة غريبة اوي معايا بكلمهم باشا الاربع قطع بكام قال لي مئة وتسعين جنيه ممكنش لسه اطلب ساعة كنت بجمع الاسعار بس الاول واما كلمت اطلب بقى بعدها بساعة ساعتين كده ايه قطعي واجبة اربعة قطع قال لي بمئة وتسعين جنيه قال الله ده لسه من ساعة وتري مئة وتسعين قال لي القصر اصعار اتغيرت وانا مجتش عارف انها تغيرت الاسعار بتتغير فيك يا مصر في الساعة كل ساعة ساعر نفتح ونتشوف مناديل فردة كده مش مستعنينا خالص ايه ده يا با الحج مناديل حمام ده وانا ايه يا با عايش كول سلو غالبا فرايز في باكلة واحدية حاجة محترمة جلافزات كاتشب شوكة والوجبة الأربع قطعة أمور كاتشب هذا شكل الأوردر قطعة فاغد صدر واثنين دبوس وهذه الفرايز اللي جاء مع الأوردر فرايز مشرشرة وهذه الكولسلو اللي جاء مع الأوردر نخش على أباتشي آخر واحد في مهرجان النهاردة لسه كازيونة نبدأ بالصدر تتبيني وصل حد آخر حتة من جوة خالص ملياة يعني فراخ نعمة وطرية وبيضة ما الصراحة ولا جاء صدر بيبقى فيه بعضا ما من الجفاف برده فنخش على الفاخدة نخش على الفاخدة نخش على الفاخدة كده الفاخدة تدريحتها غريبة شوية رحة قط كده يعني رحة مش مألوفة غريبة شوية وتتبئتها غريبة خالص عن الصدر ودي حاجة غريبة جدا بالنسبة لي الصراحة يعني تتبئت الفاخدة فيها فنفل السود كده هو اللي طاغي مش شايف فيها سبايسي خالص غير مثلا عن الصدر الصدر هنا بصول السبايسي أحمر فيه ازاي هنا مفيش الكلام ده بصوا حاول قرابة من الكاميرا كده بصوا الصدر بصوا الأحمر اللي فيه بصوا الفاخدة بقى الشكل مختلف خالص والتعم مختلف خالص برده طب ازاي كده يعني ازاي دي طعم ودي طعم شيء مش مفهوم خالص بالنسبة لي الصراحة المفروض الفرق كلاب تتبل مع بعض ما بقاش كل قطعة لوحدها يا إما تفسيري بقى يعني ده ظن ما عرفش بقى اللو اعلى ماذا كنت صحة ولا غلط ان الفاخدة دي اوريجنال مش سبيسي واجات مع القردل دي بالغلط ده حلها الوحيد بالنسبة لي الصراحة اللي ان لاري حتها ولا تتبلتها حلوين الصراحة غير صدر خالص نجرب كده الدبوس تتبلة هادية قوي قوي برضو قوي يعني فاسوسو يعني مش جابين معلقة فارقهم معلقتنا نجرب كده الكورسلو شكلها أقرع شوية ما فيهاش جزر خالص ايه ده ايه ده طعمها فيها توم كده ايه ده اول مرة في حياتي كورسلو فيها توم وتوم طاغي المرحومة اللي عيش نص ونص مش محجر ومش طري قوي وطازة كده نص ونص طيب نجرب في ايه بقى نجرب تتبلة السدر دي تتبلة السدر بس هي اللي حلوة او تعدي بمعنى اصحة يعني الفاخدة لقى خالص مش عجباني خالص والدبوس ماشي الحال بس اقوى حتة فيها تتبيلة هي السدر واكتر حتة واضح فيها طعم التتبيل كمان فانا لو انصحهم بحاجة واحدة ان هم يعمموا التتبيلة كعمق وكتتبيلة في القطعة كلها ما هيبقىش قطعة وقطعة تعالوكم خلاصة خلويس خلويس اقولكوا بقى الخلاصة لو هاختار تلاتة من الحلقة دي هيبقى هم تلاتة دول وهقولكوا دلوقتي العيب والميزة بتاعت كل واحد فيهم هيروز اطرا فراخ جات في الحلقة كلها الفراخ دايبة حرفيا مرونج لسي بس عيبها حاجتين مزيتها ونوع الاسبايس بتاعها مالح سيكا مدي على فيجيتار كده انما كانت راوت فراخ هو انعم فراخ جات في الحلقة كلها فعشان كده هيبقى ثالث الثاني بقى كريسبي فرايت شيكن مش كريسبي بس اللي واف مفتفى النحاس عمل حجم فراخ جدا تتبيلتها محترمة جدا مقرمشة حلوة قوي برضه واكبر حجم فراخ جاء في الحلقة كلها فكانت فراخ حجمها كبير ومظبوطة في نفس الوقت وعلى سعرها حلوة جدا ورقم واحد كابوتشا لان كابوتشا كان عامل اجمد حالة أوردر على بعضه رزة حلوة قوي مشروب جميل معاه الفراخ نفسها متابلة حلوة قوي مستوية حلوة طعمها جميل وسعر مظبوط 150 جنيه على كل ده عبع الوحيد بس ان كان حجمها صغير فكحالة كاملة كابوتشا رقم واحد وباكتساح وده كده العب والميزة في كل واحد فيهم مع العلم برضو ان ما فيش واحد جي في العشرة دايقني او قول ان هو لقم مش حلوة او ما انصحش بي او ما يعديش بس كان مقارنة دول اجمد ثلاثة الاتنين اللي دايقوني شوية بندو واباتشي في الفخات بتاعته غير كده البقين كلهم حلوين جدا واي واحد فيه وما يتاكل واحده هتتبسط وتتكيف وتاكل فريد شيكن معلمة مش تبقى في اي حاجة مدائقك وطبعا لما انخرج كريسبي لان كريسبي كان جاي بستريبس فهو كده كده بره الحلقة دي من الاول خالص وده كده خلاصة الخلاصة بس كده هي ده كتلعت الاسبوع ده لو عجبتك تطلعه ما تنسوا شوية لايك الامر ولو مش عالين سبسكرايب لو سمحتوا تعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس شان نجيلك كل حاجة بنزلها والباول الاسبوع الجاية ان شاء الله في اسبوع جديد وطلعة جديدة شوفكوا على خير شكرا للمشاهدة